في إطار الكلمة التي تفضل بها الدكتور محمد لاريان في إطار عرض للتطورات الإقتصادية الدولية هي مهمة أننا نؤكد على أننا عندما نتحدث عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي أن لا يتم ذلك في معزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها هذا لما قيم أي تجربة لا يمكنك قيمها في إطار الظروف المحلية فقط ولكن لازم أبص على هذه التجربة في إطار ما كان يحيط بها من تطورات ومن متغيرات سياسية ودولية فإحنا النهاردة بنتعافى أو كنا بنتعافى من أزمة كوفيد-19 وما تبع ذلك من الوضع الضغط على السياسات المالية لدى أغلب الدول الناشئة وبالتالي إحنا في مصر يمكن كنا خارجين من مرحلة إصلاح الاقتصادي وكان عندنا المساحة المالية اللي إحنا قدرنا نساعد بها الاقتصاديات ولكن مما لا شك فيه إن هذه الأزمة خلت الحيز المالي والمساحة المالية المتاحة لدى الدول والاقتصادات الناشئة إنها تقل كما بدأنا في الأزمة الجيوسياسية وإنعكاستها المستمرة وده أدى إلى نقص شديد في العرض نقص في جانب العرض من السلع وبالتالي إضطراب شديد في سلاسل الإمداد أزمة الطاقة النهاردة الموجودة في أوروبا كل ده عمل إيه؟ كل ده رفع الأسعار بشكل كبير دخلنا في موجة تدخمية شديدة والحقيقة الموجة التدخمية دي الأنوك المركزية بدأت أو تصارعت في الاتجاه إلى رفع أسعار الفايدة عشان تقلل من ضغط هذا التدخم على المواطنين بتاعتها فالنتيجة لكده على الاقتصاديات الناشئة إن إحنا النهاردة هذه الاقتصاديات بقت بتعاني من إنها بتواجه ارتفاع شديد في أسعار الفايدة ارتفاع في أسعار الفايدة للإقتراض وأيضاً النهاردة رؤوس الأموال بتذهب حيث هناك عائد أعلى على هذه الاستثمارات